الدليل المرجعي أنا لا أتحدث هنا عن مراجع الحوزة الطوسية وإنما أتحدث عن المرجعية الجندرية هذا أنموذج من الكتب التي تمثل المنهج التدريبية في هذه الدورات حينما يتحدثون عن دورة عن كورس هذا التدريب له مرجعية فكرية له منهجية هذه المنهجية في هذه الكتب هي هذه الكتب التي تدرس الدليل المرجعي المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر هذا الكتب مثال أنموذج هذا الكتب منهج يدرس في الأردن وفي أماكن أخرى الكتب هي الكتب والمنهج هو المنهج رجاء أن اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب هذا هو الدليل المرجعي المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر الوقت لا يكفي كي أحدثكم عن كل التفاصيل التي جاءت في هذا الكتاب إلا أنني سأعرض لكم بعضا مما جاء فيه كي تكون على الطلاع ولو بنحو إجمالي في التعريف بهذا الكتاب إنها الصفحة الخامسة والعنوان شكر وتقدير تم تطوير هذا الدليل بدعم من الشعب الأمريكي من خلال منحة من برنامج USA USA هذا مختصر لعنوان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يختصر عنوانها بهذا المختصر في اللغة الإنجليزية USAID تم تطوير هذا الدليل بدعم من الشعب الأمريكي من خلال منحة من برنامج USAID تكامل هذا هو عنوان البرنامج USAID تكامل المنفذ من منظمة أمريكية أخرى I-R-E-X IREX والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ويعتبر هذا المحتوى من مشؤولية IREX ولا يعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو آراء الحكومة الأمريكية تم نشره في عام 2020 في عمان الأردن وهنا حينما يقولون من أن مضمون الكتاب لا يمثل بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو آراء الحكومة الأمريكية لأن الكتب هذه عكست جانبا من ثقافة الجندر هذا الذي يتحدثون عنه في الوثائق والفيديوات التي عرضتها عليكم قبل قليل فهؤلاء يتحدثون عما قيل عن الجندر في هذه الكتب وهذه الكتب لا تمثل ثقافة الجندر الحقيقية هذه بداية من هنا يقولون في المقدمة هكذا ولا يعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأن آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عرضتها عليكم في الحلقة الماضية في الفيديو الذي أنتجوه هم ونحن ترجمناه لكم وهو موجود على موقعهم الألكتروني الرسمي وجهة نظرهم بينات في ذلك الفيديو الذي عرضته عليكم في الحلقة الماضية أما ما هو مذكور في هذه الكتب التي تدرس في الدورات الثقافية الجندرية حديث مجتزأ حديث مجتزأ أصبروا علي وستعرفون الحقيقة شيئا فشيئا أذهب إلى الصفحة السادسة الملخص التنفيذي برنامج يو اس ايت يو اس ايت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية برنامج يو اس اي التكامل وهو هذا الذي يطرح في هذه الكتب هو برنامج مدته سبع سنوات ينفذه مجلس الأبحاث والتبادل الدولي ايراكس منظمة امريكية من المنظمات الكبيرة والمنتشرة في الكثير من بقاع هذا العالم وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يو اس ايت يهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة الجندرية يتحدثون عن المرأة فقط بينما الجندر لا تمثل فيه المرأة إلا واحد إلى اهدعش مثلما بينت لكم في الحلقة الماضية والرجل كذلك لا يمثل فيه إلا واحد إلى اهدعش والأمر لا زال مفتوحا يهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة الجندرية حدثتكم عن المساواة الجندرية ومن أن المصطلح هذا يفسر تفسيرا ليس دقيقان يكون الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة يهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة الجندرية وتمكين المرأة في الأردن من خلال توسيع روابط الحوار المجتمعي حول المساواة الجندرية وتعزيز وسائل الإنفاذ وكسب التأييد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنساء والفتيات وبإمكاننا أن نرفع كلمة الأردن ونضع محلها أي دولة أخرى أن نضع مصر أن نضع لبنان أن نضع العراق وهكذا المنهج واحد هو هذا نفسه من خلال عمل يو أس أيد إنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال عمل يو أس أيد برنامج تكامل مع العديد من فئات المجتمع مثل الشباب والنساء والعاملين في قطاع التنمية وصناع القرار والمعلمين وجد البرنامج أن هناك حاجة إلى دليل مرجعي حول المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في طرح موضوع المساواة الجندرية في الأردن وهكذا في البلدان الأخرى ولذلك قام البرنامج بإعداد هذا الدليل الدليل المرجعي المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر إلى أن يصل الكلام تتمثل أهداف هذا الدليل هذا الكتاب في تقديم أداة تعلم ذاتي فبإمكاني الناس أن يتعلم تعلم ذاتيا من دون مدرب من دون أستاذ تتمثل أهداف هذا الدليل في تقديم أداة تعلم ذاتي ومرجع للبرامج التدريبية حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالجندر كما توفر أدوات تتوافق مع السياق الاجتماعي والثقافي والتعريخي للعالم العربي كمساهمات الحركات النسوية في الوطن العربي إلى بقية المطالب التي يتحدثون عنها لأجد وقتا كافيا كي أقرأ عليكم الكثير يمكنكم أن تحصلوا على هذا الكتاب من المكتبات أو من الشبكة العنكبوتية فالصفحة السابعة صمم هذا الدليل بحيث يكون قابلا للتكيف مع أي جمهور وهو متوفر باللغة العربية والإنجليزية ويمكن للقراء استخدامه كدليل إرشادي فصلا تلو الآخر للاستفادة من المعرفة الأساسية أو السابقة المتعلقة بالجندر والبناء عليها إلى آخر ما جاء في هذه المقدمة مقدمة تحدثنا بنحو مفصل عن كيفية الانتفاع من هذا الدليل الذي يجتمل على المنهج التعليمي والتدريبي لتحصيل الثقافة الجندرية في الصفحة التاسعة على الرغم من أنه يمكن تكييف هذا الدليل كي يستخدم مع مجموعة واسعة من الأعمار والفئات المستهدفة المستهدفة إنها الفئات التي يريدون تثقيفها بالثقافة الجندرية إلا أنه تم تطويره وتجريبه بشكل أساسي مع مئات الشباب والنساء والعاملين في مجال التنمية والجهات المانحة وصانعي السياسات والأفراد في القطاع التعليمي تم توفير المزيد من المعلومات حول هذه الفئات المستهدفة في أدنى الصفحة هناك جدول مفصل في الصفحة نفسها بخصوص هذا الموضوع صفحة 16 العنوان الجدول الزمني لنقاش الجنس مقابل الجندر وهذا الكلام مر علينا لا أريد أن أعيد الحديث في الهوية الجنسية والهوية الجندرية مر الكلام في كل هذا في هذه الصفحة وضعوا خمسة أقوال لخمس شخصيات من رموز الثقافة الغربية القول الأول لجون لوك وهذا لا علاقة له بالثقافة الجندرية والقول الثاني للفيلسوف الألماني هيكل وهذا أيضا لا علاقة له بالثقافة الجندرية وإنما رموز الثقافة الجندرية هؤلاء سيمون دي بوفوار إنها الفيلسوفة الفرنسية السحاقية العنيدة صاحبة كتاب الجنس الآخر مع عدد كبير من الروايات الأدبية ومن الأبحاث في فلسفة الجندر الإسم الثاني جون ماني إنه عالم نفس أمريكي الإسم الثالث جوداث باطلر لا زالت حية وتعيش مع عشيرتها ويندي براون فيلسوفة جندرية سحاقية وهي في السحاق أشد من سيمون عشيقة سارتر يهودية أمريكية سأحدثكم عن هذه الأسماء في حلقة يوم غد هؤلاء هم القدوة وهم الأسوة في عالم الجندر وجوداث باطلر فلسفتها أعمق جندريا من فلسفة سيمون سأحدثكم عن هذه الأسماء في حلقة يوم غاد هذه هي الرموز التي تذكر وتكون عنوين واضحة في تدريب هذه الدورات صفحة سبعة وعشرين عنوان الهوية الجندرية والأدوار الجندرية فماذا يقولون تعرف الهوية الجندرية بأنها النظرة إلى الذات كذكر أو أنثى وهذا سيرجعنا إلى ما تقدم حينما كان الحديث عن المساواة الجندرية وشخص الرجل والمرأة أما هنا فإن الكلام صار بنحو آخر تعرف الهوية الجندرية بأنها النظرة إلى الذات كذكر أو أنثى فيمكن للأنثى أن تنظر إلى ذاتها من أنها ذكر وهكذا الذكر يمكن أن ينظر إلى ذاته من أنه أنثى وتتشعب الأصناف الجندرية بعد ذلك فحينما نتحدث عن المساواة الجندرية ومن أنها ترتبط بالرجل والمرأة هذا جهل جهل هؤلاء الذين كانوا يتحدثون بهذا اللسان مضحوك عليهم نكمل الكلام نكمل القراءة تعرف الهوية الجندرية بأنها النظرة إلى الذات كذكر أو أنثى ويميل الأفراد إلى التعريف بأنفسهم كذكور أو إناث على الرغم من أن الصورة بدأت بالتغير في العديد من المجتمعات وبدأ الاعتماد بأن الهوية الجندرية ثنائية أي تتكون من اختيارين فقط بالتغير تدريجيا وعوضا عنه يظهر قبول أكبر لمفهوم الطيف الجندري الطيف الجندري هي هذه الأقسام والأصناف الجندرية التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة ولذا فإنهم يختارون ألوان الطيف الشمسي ألوان القوس الذي يعرف بقوس قزح هكذا يعرفه الناس في رواياتنا وأحاديثنا فإن قزح من أسماء الشيطان ولذا فإن الأحاديث الشريفة تقول قولوا إنه قوس الله لأن قزح هو من أسماء الشيطان ليس هذا الأمر مهم فألوان قوس قزح كما يعرف الناس هذا العنوان إنها ألوان الطيف الشمسي جعلت شعارا ورمزا لهم باعتبار أن الأصناف الجندرية يقال عنها الطيف الجندري وبدأ الاعتقاد بأن الهوية الجندرية ثنائية أي تتكون من اختيارين فقط بالتغير تدريجيا وعوضا عنه يظهر قبول أكبر لمفهوم الطيف الجندري باعتباره وصفا أكثر دقة لسياق الهويات المتعلقة بالجندر حول العالم إلى آخر ما جاء من الكلام بهذا الخصوص لو كنت أمتلك وقتا كافيا لقرأت أكثر في آخر سطور في هذا الكتاب الجندر والعولمة وكان حديثنا عن العولمة في الحلقة الماضية مما جاء تحت هذا العنوان أصبح من الممكن بفضل العولمة وشبكة الإنترنت الوصول إلى المعرفة لعدد أكبر من الرجال والنساء وأكثر من أي وقت مضى إلى آخر ما تحدث به الدليل المرجعي المصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر هذا هذا مثال من الأمثلة نذهب إلى فاصل كي أحدثكم بعد الفاصل عن مثال آخر دليل أوكس فام للتدريب على الجندر هذا الكتاب يتعلف من جزعين هذا هو الجزع الأول وهذا الجزع الثاني رجاء أعرض لنا صورة الجزع الأول هذا هو الجزع الأول صورة له للكتاب الذي سأحدثكم عنه وعرضوا لنا صورة الجزع الثاني دليل أوكس فام للتدريب على الجندر ما المراد من هذا العنوان أوكس فام هذا مختصر مختصر ل منظمة عالمية كبيرة جدا هذه المنظمة تأسست سنة ألف وتسعمية واثنين وأربعين ميلادي أيام الحرب العالمية الثانية تأسست في مدينة أوكس فورد هنا في المملكة المتحدة أكاديميون من جامعة أوكس فورد مع مجموعة من النشطاء الاجتماعيين وآخرين أسسوا لجنة هذه اللجنة توجهت إلى الحكومة البريطانية كي تقنعها في أن يقوم هؤلاء بتأسيس منظمة لتخفيف آلام اليونانيين الذين كانوا محاصرين من قبل الحلفاء تفاصيل الحرب العالمية الثانية دول الحلفاء ودول المحور ولا أريد الخوض في هذا المطلب فكانت دول الحلفاء تحاصر اليونان وكان اليونانيون يعانون من الجوع تأسست هذه المنظمة من أكاديمي أوكس فورد ومن النشطاء الاجتماعيين البريطانيين ومن آخرين فأسسوا منظمة لمجابهة الفقر في العالم منظمة كبيرة أخمستعش منظمة من المنظمات الدولية تنضوي تحت هذا العنوان أوكس فام مقرها الرئيس في مدينة أوكس فورد في المملكة المتحدة في بدايات أمرها كانت تهتم بأمر الفقر والمجاعة لكنها توسعت وتوسعت كثيرا وهي وهي على علاقة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعلى علاقة مع سائر المنظمات الدولية والعالمية الكبرى وعلى ارتباط بمنظمات الأمم المتحدة تتواصل مع الفلسطينيين منذ الخمسينات وانتشرت في الكثير من الدول العربية منذ الثمانينات من اهتماماتها تثقيف الشعوب بالثقافة الجندرية هذا الدليل المرجعي مرده إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهذا الدليل مرده لمنظمة أوكسفام البريطانية الجزء الأول الجزء الأول في الصفحة الخامسة بيروت في عشرين حزيران ألف وتسعمية وتسعة وتسعين الدليل المرجعي نشر سنة الفين وعشرين في عمان نحن نتحدث هنا عن عشرين حزيران ألف وتسعمية وتسعة وتسعين بيروت عزيزة القارئة عزيز القارئ تحية طيبة وبعد بعد تحضيرات دامت حوالي السنة ونصف السنة نقدم إليكم الترجمة العربية لدليل التدريب على الجندر الذي أصدرته أوكسفام بريطانيا باللغة الإنجليزية عام ألف وتسعمية وأربعة وتسعين فهذا الكتاب صدر سنة ألف وتسعمية وأربعة وتسعين من منظمة أوكسفام البريطانية وترجم إلى العربية ونشر في بيروت في لبنان في سنة ألف وتسعمية وتسعين ويحتوي هذا الدليل برامج موثقة من شأنها مساعدة القارئة القارئ على التخطيط والإعداد والقيام بورشات تدريبية حول موضوع الجندر والتنمية هذه البرامج من التسعينات وقد حدثتكم عن تأريخ الثقافة الجندرية في الحلقات المتقدمة وسيأتينا الكلام تباعا على سبيل المثال صفحة 117 من الجزء الأول هذا درس من الدروس الإعجاب بالجنس الآخر هكذا يطلب من المدرب المنهج أولا أطلب من المشاركين المساهمين أن يشكلوا مجموعات ثنائية رجالا ونساء ثانية أطلب من كل مشارك أن يفكر بشخص يعجبه من الجنس الآخر من الموجودين معه أو من الذين ما هم بموجودين معه أطلب من كل مشارك أن يفكر بشخص يعجبه من الجنس الآخر أطلب من كل شخص أن يقاسم شريكه الإعجاب بخصال الشخص الذي وقع عليه الإختيار أن يقاسمه أن يخبره رابعا يطلع كل شخص بعدئذ المجموعة على المزايا التي قام شريكه بوصفها فسين يخبر صاد بالشخص الذي يعجبه هذا الرجل سين يخبر المرأة صاد أو أنه يخبر الرجل كاف الذي يكون مشاركا له بحسب تقسيمات المدرب يخبره بمواصفات المرأة التي يحبها أو بمواصفات أي صنف من أصناف الجندر نحن نتحدث عن الأصناف الجندرية هنا وبعد ذلك هذا الشخص الذي أخبر أكان رجلا أم كان امرأة يخبر المجموعة كلها وحينئذ ستكون المعلومات مشاعة بين الجميع هذا الكلام حتى لو كان على سبيل الأمثلة الافتراضية لكنه يهيئ للثقافة الجنسية المشاعة بين مجموعة من الرجال والنساء لا توجد أي روابط فيما بينهم الرابطة أنهم يتدربون على الثقافة الجندرية رابعا يطلع كل شخص بعدئذ المجموعة على المزايا التي قام شريكه بوصفها خامسا اكتب هذه المزايا على اللوحة تحت عنواني ذكر وأنثى سادسا حاول القيامة بمراجعة جميع مزايا وخصال الرجال والنساء ثم بين الحسنات النمطية منها بالنسبة للرجال والنساء المراد من الحسنات النمطية إنها الثقافة التي تعارف عليها الناس ثم بين الحسنات النمطية منها بالنسبة للرجال والنساء وناقشها مع المجموعة صفحة 118 هذه ملاحظات للمدرب أولا إن الطلب من المشاركين المساهمين التفكير بشخص من الجنس الآخر ليس لهم به معرفة شخصية قد يكون أقل إحراجا لهم مثل التفكير بشخصية عامة شهيرة ثانيا في ورشات العمل التي أقيمت في كينيا وتنزانيا وزنبابوي تم استخدام هذا النشاط في البداية المبكرة للدورات التدريبية وهو يساعد على كسر حاجز الجليد فيما بين الرجال والنساء في الدورة التدريبية وخلق جو من الألفة داخل المجموعة لحث أفرادها على الحديث حول الرجال والنساء والتفكير بالجندر قطعا هذه الأمور تأتي تدريجيا كما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية العافية بالتداريج صفحة 219 تحت عنوان تحطيم السلسلة أجمع سلسلة من المقالات من النساء بعضها يؤيد اضطهادهن وبعضها ينادي بتحريرهن وهنا توجد أمثلة في صفحة 221 وما بعدها ثانيا أطلب من عضوات المجموعة الجلوس على شكل حلقة مع سلسلة دائرية مصنوعة من الورق وموضوعة في الواجهة سلسلة هذه السلاسل التي تستعمل أغلالا وقيودا ولكنها تصنع من الورق عمل توضيحي في الدرس ثالثا أطلب من أربع أو خمس نساء قراءة المقاطع بصوت عال رابعا أطلب من المشاركات المساهمات الأصغاء إلى القراءات وحين يسمعن ما يشير إلى تكبيل النساء يضعن أيديهن في السلسلة عملية تخاطب تخاطب اللاشعور فحينما تعود المرأة إلى بيتها وتجد شيئا من الذي قيل في الدرس ستتذكر من أنها مقيدة بالسلاسل في بيتها أطلب من المشاركات المساهمات الإصغاء إلى القراءات وحين يسمعن ما يشير إلى تكبيل النساء يضعن أيديهن في السلسلة أما حين يسمعن ما يشير إلى تحرير النساء فينبغي عليهن تحريرها منها خامسا اختم الجلسة بمصاحبة الموسيقى في الخلفية حيث تمسك النساء أيدي بعضهن البعض برنامج تمثيلي وماذا بعد إذا ما ذهبنا إلى الجزء الثاني من الكتاب نفسه هذا الكتاب الذي بين يدي طبعته الأولى سنة ألفين أتعلمون أين طبع إنه مطبوع في دار المدى للثقافة والنشر وهي في دمشق في سوريا سنة ألف وتسعمية وتسع وتسعين نشر في بيروت وطبع في سوريا سنة ألفين أتحدث عن الجزئين معا في الجزء الثاني صفحة ستمية وثلاثة وثلاثين عملية تمثيلية قم بتجهيز اثنين من المشاركين المساهمين مسبقا لتمثيل الحكاية الواردة في النشرة الثانية والثمانين وهي موجودة هنا حكاية الشامبة أطلب من متطوعين اثنين أداء التمثيلية ثم أطلب من أفراد المجموعة الإصغاء إلى ومراقبة ما يحدث ثالثا بعد التمثيلية أطلب من المشاركين المساهمين العمل في جماعات ثنائية رجال ونساء لمناقشة السؤالين التاليين ما هي القضايا التي أثيرت في التمثيلية ما هي أوجه التشابه التي يمكن استخلاصها من التمثيلية تبعا لخبراتك وتجاربك الخاصة صفحة 634 النقطة السادسة استخدم آلية اقتحام الذهن مع المجموعة الكبيرة هذه آلية في التعليم مؤثرة جدا سأحدثكم عنها بعد قليل استخدم آلية اقتحام الذهن مع المجموعة الكبيرة لإظهار القضايا التي ركزت التمثيلية والحكاية الانتباه عليها هذا الكتاب كتاب كبير يتعلف من جزئين الصفحة الأخيرة 914 إنه دليل أوكسفام للتدريب على الجندر هذه الكتب التي تشكل منهج التدريب في الورش العملية وفي الكورسات وفي الدورات الجندرية أنا لا أملك وقتا كي أفصل لكم الكثير لكنني أخذت أمثلة سريعة وهم يبدأون بالتدريج شيئا فشيئا وهذه الكتب لا تمثل الحقيقة تمثل جانبا من الحقيقة ومن هنا إذا أردتم أن تقارنوا بين الذي حدثكم عنه في الحلقة الأولى والثانية من هذه الحلقات في معنى الجندر أن تقارنوا بين ما ذكر في الحلقتين مع الذي يتحدثون عنه تجدون فارقا كبيرا لأنهم قد دربوا درسوا علموا قرأوا شيئا يمثل جانبا من الحقيقة نذهب إلى فاصل منذ أكثر من أربعين عاما وأنا منشغل إما بالتدريس والتربية والتعليم وإما بالتحقيق والتأليف وإما بالخطابة والمحاضرات أو ما يرتبط بأجواء الإعلام أكثر من أربعين سنة عمل متواصل ما بين التعليم والإعلام والتبليغ والكتابة وأمتلك خبرة وهنا لا أريد أن أباهي أحدا إنما هذا الكلام مقدمة لشيء أريد أن أبينه لكم أمتلك خبرة في أساليب التعليم والتربية القديمة والحديثة لو قيل لي لو كلفت من أية جهة لو قيل لي قيم لنا هذه الكتب أنا لا أتحدث عن هذين الكتابين فقط لو كان الوقت كافيا لجئتكم بكتب أخرى لكنني عرضت بين أيديكم أهم هذه الكتب في هذا المنهج التدريبي وفي هذا المنهج التعليمي في تعليم الثقافة الجندرية لو قيل لي اكتب لنا تقريرا في تقييم هذه الكتب في تقييم هذه المنهجية فإنني سأكتب هذا التقرير سأقرأه عليكم أولا الكتب هذه هذه وشبيهاتها ومثيلاتها الكتب ألفت بل هندست هذه كتب مهندسة الكتب ألفت بل هندست بتقنية عالية ودقيقة جدا حيث الخبرة المركزة في التدريب والتعليم منهج مضمون النتائج مثل ما خطط له أتمنى أن تلتفت إلى هذه الملاحظات وإذا كنتم في شك منها خذوها وعودوا إلى هذه الكتب وتفحصوها وطلعوا عليها ستعرفون صدق مقالتي إذن أولا هذه الكتب الكتب ألفت بل هندست بتقنية عالية ودقيقة جدا حيث الخبرة المركزة في التدريب والتعليم منهج مضمون النتائج مثل ما خطط له ثانيا تتحاشى هذه الكتب بعناية واضحة جدا الإصطذام بثقافات الشعوب خصوصا المرتبطة بالأديان تتحاشى هذه الكتب بعناية واضحة جدا الإصطدام بثقافات الشعوب خصوصا المرتبطة بالأديان وإذا مصطدمت في بعض الجهات هناك إصطدامات ضرورية لا بد منها وإذا مصطدمت في بعض الجهات تعطي مجالا للمتدربين في الاعتراض والنقاش في جو إن لم يوفر الإقناع أتحدث عن إقناع المتدربين إن لم يوفر الإقناع لهم فإنه سيزرع الشك في نفوسهم وهذا الشك سيستثمر في مراحل التدريب القادمة دقق النظر معي هذا المنهج وهذه الكتب تتحاشى الإصطدامة بثقافات الشعوب التي يدرسونها هذا المنهج ولكن هناك جهات لا بد من الإصطدام بها فيعطى المجال للمتدربين أن يعترضوا وأن يرفضوا وأن يناقشوا ولكنهم يصنعون لهم جوا هذا الجو يسبب الإقناع لهم أو على الأقل يزرع الشك في نفوسهم وفي المراحل القادمة يستثمر هذا الشك كي يتحول إلى تصديق بما يطرح في هذه الثقافة لأن حلقات هذه الدروس حلقات تفاعلية سيتضح الأمر شيئا فشيئا في النقاط القادمة ثالثا هذا المنهج يعتمد الأساليب المركبة ما بين المعلومة التي تقدم بأسلوب عصري جدا وتهييج العوامل النفسية للتعامل مع الفكر المطروح ما يصطلح عليه الاقتحام الذهني سيتضح هذا المعنى حينما أستمر في الحديث وقرأت عليكم من أن الدليل هذا يوصي المدرب أن يمارس هذا الأسلوب أسلوب الاقتحام الذهني مع المجموعة المدربة إذن هذا المنهج هذه الكتب تعتمد الأساليب المركبة ما بين المعلومة التي تقدم بأسلوب عصري جدا وتهييج العوامل النفسية للتعامل مع الفكر المطروح ما يصطلح عليه الإقتحام الذهني حيث الإثارة أولا والإقناع ثانيا واعتماد الإحاء بدلا من التلقين المباشر وضربت لكم مثلا حينما يصنعون للنساء سلاسل من الورق وحينما يقرؤون على النساء ما يشير إلى ظلمهم واضطهادهم فيضعنا أيديهم في تلك السلاسل الورقية وحينما يكون الحديث عن حريتهم وعن وصولهم إلى حقوقهم يخرجنا الأيدي من تلك السلاسل عملية رمزية وإحائية شديدة جدا حيث الإثارة أولا وهذه الإثارة تأتي عبر تمثيلية لقصة مؤلمة تتحدث عن ظلم وقع على مجموعة من النساء إلى غير ذلك هذه أمثلة الأمر أكبر من هذا الأمر أكبر من هذا هذه الكتب تعتمد الأساليب المركبة ما بين المعلومة التي تقدم بأسلوب عصري جدا وتهييج العوامل النفسية للتعامل مع الفكر المطروح ما يصطلح عليه الاقتحام الذهني حيث الإثارة أولا والإقناع ثانيا واعتماد الإحاء بدلا من التلقين المباشر ومخاطبة اللاشعور عبر التلقين غير المباشر إنها تقنيات عالية جدا ومعقدة جدا في الخطاب التعليمي وكل ذلك وفقا لأسلوب المشاركة بين المتدربين رجالا ونساء عبر النقاش الحر أو الأداء التدريسي يطلبون من بعض المتدربين أن يقوموا بالتدريس عبر النقاش الحر أو الأداء التدريسي أو عبر الترميز العملي الحسي مثلما كان المثال في السلاسل الورقية أو التمثيل المسرحي إلى غير ذلك رابعا التركيز على الحقوق والواجبات في الكتب كلها الحديث عن الحقوق والواجبات في منظومة الأسرة بعيدا عن منطق المودة والرحمة والشعور بالمسؤولية الدينية أولا والأسرية ثانيا والإنسانية ثالثا نحن في أسرنا لا نتعامل على أساس الحقوق والواجبات هذا الكلام يكون ما بين الحاكم والمحكوم نحن في أسرنا نتعامل على أساس المودة والرحمة حتى إذا لم يكن هذا الوصف موجودا في تعاملاتنا الأسرية فإننا نتعامل على أساس الشعور بالمسؤولية والمسؤولية عندنا دينية أولا أسرية ثانيا إنسانية ثالثا حينما يكون التعامل فيما بين الزوج والزوجة على أساس هذا حقي وذلك حقك وهذا واجبي وذلك واجبك أو أن يكون الأمر بين الوالد وأولاده هكذا هذا حقي وهذا حقك وهذا واجبي وهذا واجبك قد يكون هذا بالإجمال لكنهم في الثقافة الجندرية يجعلون الأمر كالأنظمة العسكرية في هذا الموضوع لابد من تشخيص الحقوق وتشخيص الواجبات ولا بد من المساواة الجندرية الحادة القطعية في كل ذلك التركيز على الحقوق والواجبات في منظومة الأسرة بعيدا عن منطق المودة والرحمة والشعور بالمسؤولية الدينية أولا والأسرية ثانيا والإنسانية ثالثا خامسا التركيز على الاستقلالية الاقتصادية الشخصية وضعوا هنا مليون خط أحمر تحت كلمة الشخصية التركيز التركيز على الاستقلالية الاقتصادية الشخصية للمرأة المرأة التي تعتني ببيتها وتربي أطفالها حتى لو كانت تمتلك أعلى الشهادات بحسب الثقافة الجندرية هذه امرأة لا تنتج شيئا هذه امرأة سجينة في بيتها لابد أن تخرج إلى الخارج وأن تقوم بنفس الأعمال التي تقوم بها في بيتها ولكن بشرط أن تأخذ عليها أجرا حينما تقوم بتنظيف بيتها هذا الأمر يعد تكبيلا للمرأة وتقييدا لها لكنها حينما تذهب كي تعمل في تنظيف المراحيض العام كأن تكون عاملة في دائرة البلدية وتأخذ أجرا زهيدا على ذلك إنها امرأة منتجة لماذا؟ لأنها تستطيع أن تحصل مالا بنفسها التركيز على الاستقلالية الاقتصادية الشخصية للمرأة أن يكون عملها بأجر هذا هو منطق الحقوق والواجبات هذا هو منطق المساواة في فرص العمل وفي أجور العمل ومر الكلام في هذا إنها ركائز الثقافة الجندرية سادساً التركيز على الحرية الشخصية المفتوحة في مسألة الخيارات الجنسية وتشخيص الموقف الجنسي نظرياً عملياً نظرياً وعملياً ليس مهماً هذا التركيز على الحرية الشخصية المفتوحة في مسألة الخيارات الجنسية وهذا موضوع واسع سابعاً وأتمنى عليكم أن تلتفت إلى هذه النقطة الحساسة هذه النقطة الأخطر أخطر ما في هذا التدريب هو إخفاء الهدف الحقيقي إذ يرسم للمتدرب هدفاً أن يطور قدراته في مختلف الأنشطة الاجتماعية وأن يثقف نفسه بالثقافة الجندرية التي هي مجتزأة في هذه الكتب لكن الحقيقة أن المنهج المطروح في هذه الكتب وهذه الدورات التدريبية يعد المتدرب لمرحلة قادمة اختفت في كواليس هذه الكتب أن يكون قابلاً وبقناعة تامة لاعتناق الثقافة الجندرية بأي صورة كانت والتي سيطلع عليها بنفسه من خلال الانترنت والنشاطات التي سيشارك فيها في قادم الأيام بتعبير آخر الكتب هذه تؤسس وتجذر في النفوس ما يجعلها تنجذب للثقافة الجندرية من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر ملاحظة أكثر الحديث في الإعلام عن الجندر بمستوى ما هو مطروح في هذه الكتب ولذا حين يتحدثون عنه تكون الصورة ضبابية في أحسن أحوالها أو مبهمة فطفاضة كأنك تمسك بها وأنت في الحقيقة لست كذلك فإنك لا تمسك بصورة حقيقية عن الجندر إلا إذا اطلعت على بقية التفاصيل مثل ما شرحت لكم في الحلقتين الأولى والثانية من هذه الحلقات وإن كان شرحا إجماليا وموجزا لكنه يرسم لكم الصورة الصحيحة الكاملة هذه الكتب تعطي ثقافة مجزوئة وهذه الكتب تجذر وتؤسس في نفوس المتدربين أن يكونوا مستعدين لقبول بقية الثقافة الجندرية ولذا في أول هذا الكتاب الدليل المرجعي الذي يمثل المشروع التدريب والتعليم للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أخول الكتاب قالوا من أن ما جاء في الكتاب لا يمثل بالضرورة آراء الحكومة الأمريكية ولا يمثل بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لماذا؟ لأن الثقافة منقوصة في هذه الكتب مجتزأة فآراء الحكومة الأمريكية وآراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي مع الثقافة الجندرية الكاملة هذا لا يعني أنه لا يوجد معارض لهذه الثقافة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا المشكلة ليست في الثقافة الجندرية بما هي هي المشكلة في أنها جعلت جزعاً من الشرعة الدولية المشكلة هنا وإلا فإن الثقافات متنوعة في العالم الفلسفات كثيرة الآراء كثيرة الأديان كثيرة المذاهب كثيرة المشكلة ليست في هذا الموضوع المشكلة في أن الثقافة الجندرية المشكلة أذكر أذكركم بالأغنية الجندرية التي صارت شعاراً للمثليين لمجتمع الميم في البلاد الغربية في أيامنا هذه ترجمة نانسي قنقر نلتق لغداً إن شاء الله سألكم الدعاء جميعاً في أمان الله